كتير بنشتكن أطفالنا وولادنا سلوكهم غير منضبط بنشوفهم طبعاً نسايدينهم على الموبايلات فترة كبيرة جداً قاعدين بيلعب وألعاب إحنا مش عارفين إيه هي هذه الألعاب الإلكترونية اللي بيلعبوها لكن في نهاية إيه بتدمر سلوكهم بتعودهم بقى على القتل وبتشجعهم أكتر على العنف والقتل ومنظر الدم فطبعاً بتاخدهم لسكة السلوك غير المنضبط ده اللي أكد عليه خبراء كتير جداً في العالم أمن فيه ألعاب ممكن تعلم أولادنا سلوكيات مش سليمة طيب إيه هي هذه الألعاب نعرفها إزاي لو لقيت ابني مثلاً بيلعبها كل ده أعمل معا إيه كل ده هنعرفه دلوقتي من ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو المهندس أحمد السخاوي اللي مشرفنا طبعاً صباح خير عليك باش مهندس طبعاً الورد يا أهلاً بحضرتك الله يعزك اسلام فيه ألعاب كتير قوي في العالم وناس كتير جداً بتحذر من هذه الألعاب إيه هي هذه الألعاب وإيه خطورتها كمان على الأفضل مبدئين وفعلاً سوء الألعاب بدأ اللي من دولي يبقى على كل المنصات إحنا بنشوف حالياً حتى تلفونات الصغيرة جداً بتاعت زمان بقى موجودة عليها ألعاب بقينا نلاقي السمارت مثلاً تي في حتى بينزل عليها ألعاب بقينا نشوف الأكس بوكس بقينا نلاقي مثلاً أجهزة البليستيشان متقدمة جداً فيها جيل أول وتاني وتالت لحد خامس كمان بقينا نشوف حاجات كتيرة جداً اللابتوب صحالياً بقى كلها عليها التلفونات بتاعتنا الصغيرة اللي احنا بنجيبها للأولاد اللي هو يعني التلفونات طبعاً اللي احنا بنكلم عليها اللي هي بتبقى سمارت آه بس حتى لو صغيرة شوية في السعر وقليلة حبة برضو بلاقي عليها ألعاب وبيلاقي عليها حاجات فطبعاً سوء الألعاب نفسه بدأ أنه يكون أرض خصبة للمكاسب وأنه يبقى فيه رواج عليها وفيه ناس كتير جداً تستخدم خلينا نبدأ كلامنا كده بإحصائي صغيرة جداً وهي أن من سنتين فاتوا من سنتين فاتوا كان فيه حوالي 2.69 مليار اللي هي 2.69 مليون تحديداً بيستخدموا الألعاب الإلكترونية حول العالم وكانت تكلفة ويعني الفاتورة اللي مفروض ناتيك تستخدم الألعاب كانت حوالي مليار و600 مليون عندنا رصد الأعمار المستخدمة للألعاب هو الحقيقة أن الرصد نفسه متغيب لأن طبعاً إحنا بنكلم في أعمار بتزيد وناس تانية بتورد وأطفال لسه تبتدي أن هي تفهم يعني إيه ألعاب إلكترونية وتبتدي أن هي تندمج وطبعاً بالنسبة للإحصائية اللي احنا تكلمنا فيها من المتوقع وده اللي هنبدأ كلامنا بيه من المتوقع أن مع الزيادات الكبيرة جداً هنوصل لـ 3 مليار و 7 أو 70 تحديداً 70 مليون في السنة الجاية كعدد ناس بتستخدم الألعاب الإلكترونية حول العالم وحوالي مثلاً 3 مليار جنيه 3 مليار دولار آسف هي الحصيلة أو المحصلة بتاع الميزانية الخاصة بالألعاب بما يتم يصرفوا عليها بما يتم أصلاً تحصيلوا من الشركات الكبيرة وطبعاً نتيجة أن فيه سوق وفيه فيزنس وفيه كلام كبير جداً بيتقال لقينا أن فيه شركات كبيرة جداً زي جوجل وغيرها بدأت أنها تلك نظرها على الألعاب الإلكترونية وتبتدي أنها تدخ ألعاب مبدأ الألعاب عندنا تنقسم بأكتر من حاجة فيه ألعاب كتالية فيه ألعاب راضية فيه ألعاب محطوط فيها فكر معين للأطفال بتخاطب بيه الأطفال فيه ألعاب تانية بتعبن نفس الكلام بس الشكل فيه أزل الولاد وديه النقطة اللي احنا بنتكلم فيها وديه النقطة اللي احنا عرفنا نقطة أن هي فيه أزية بقى وأن فيه أزل أطفال بقنا نشوف حالياً بعض التريندات على شكل الألعاب طبعاً بقنا نشوف بعض الألعاب حتى اللي بتنزل على التليفون أو أعناب بتيجي بوباك كده وممكن أنا تفاعل معها فيدركتني أو يوديني على مثلاً لينك أنزل منه لعبة اللعبة دي ممكن تكون خطيرة جداً على الولد فيه ألية معينة للأباء والأمهات يقدرون أنهم يمنعوا ظهور سواء النادي أو الألعاب اللي فيه عليها نوع من أنواع التحذير على تليفونات أولادهم طبعاً فيه حاجات زي جوجل فاميلي ممكن تنزل على أي تليفون جوجل فاميلي باختصار شديد جداً بيقدر يحدد التطبيقات اللي أنا ممكن أنزلها لابني ممكن بيقفل التطبيقات اللي هي دون مثلاً سن معين هو يقدر بيلعبها يعني مثلاً سيء ابني عنده عشر سنين لو فيه لعبة مثلاً طالبة أنه هو يعني مثلاً سن 18 أو سن 16 سنة فيبتدي أنه هو يبلوك أو يقفل أي تطبيق زي دا من أنه يكون بيتسطب على تليفون ابني كمان هقدر أتابع ابني وشوف بيعمل إيه واخد منه سكرينز كده للششة بتاعته ويتفرج الأجيال بقت عفاريت صح يعني فيه بعض الأطفال دلوقتي يقدر يعدي حاجة زي دي هو الحقيقة الأطفال دي قادر يعمل أكاونت كمان باسمه وطاريخ ميلاد إنه هو كبير وقدر يعمل ويدخل بقى على كل الحاجات اللي هو إحنا بنحاول إن إحنا نمنعه عنه خلينا أقول لك على فكري كده ولد والله كانت 13 سنة وحصلت فعلاً الولد هو عمل اللي إحنا قلنا عليه ده وخد بالنصيحة أسبوع بالضبط لها ابنه عامل صفتر التليفون صفت ويف ضغط كل اللي كان عليه وطعنا عائف الجميل المحطوط عليه ولا حاجة فخلاص وانتهينا بالكصة دي عامل صفتر التليفون وغير وعمل كل حاجة فالفكرة أنت يعني فكرة أنت ترقب ابنك هي فكرة موجودة في حالة أن ابنك كان غير قوير بسلاً أو هو مش عايف أن أنت ترقبه ولا حاجة وانت بترقبه لمصلحته يعني أنت بتشوف ابنك وبتابعه بتحاول أنك تكون مصاحب له كده نتيجة أن أنت خايف عليه بس هو لو هياخد الموضوع بشكل تحدي أو كده لا الأفضل أنك تصح هيدخل على جوجل ويكتب كيفية تعمل صفتوير خلاص أو ممكن أي محل مثلاً 20 جنيه 30 جنيه الصفتوير يتعمل وخلصت فالكصة مش صعبة طيب نعود لموضوع الألعاب إحنا كنا مقسمين الألعاب خاطرة وألعاب فيها عنف وألعاب ممكن كمان ألعاب فيها إيجابية وتنمية مهارات أنا إزاي يوجيهه لو أنا دوري الرقابي مش مضمون فعلى أقل حاولي أوجيه طيب التوجيه هنا مهمة جداً وهو تقريباً هو يعني قبل موضوع أنك ترقبه وحاول توجيهه هو التوجيه هنا أنه إحنا ممكن نحاول نتكلم معاه تعالى وبينا نتلعب إيه تعالى وممكن أنا نزل اللي هو بيلعبه ده أو بيعمله ده أنا نزله على التليفون تاعي في حالة أنه كان بيستخدم التليفون لأن في الغالب يعني في الغالب في الغالب كل بيت فيه تليفون للإذن فبيلعب عليه وبيتواصل به ويقدر أنه هو يعني يبقى فيه إنترأكشن مع الناس اللي حواليه من خلال التليفون أكتر منه جهزة الأكس بوكس والبليستيشن المختلفة على كل المنصات فإحنا بنتكلم أن التوجيه هنا يجي من أننا صحبه لو أنا صحبت إبني وشكل صحيح أو أقدر أننا من خلاله أننا تعالى أنت بتعمل إيه أتكلم أشوف هو بيعمل إيه أعتقد هو ده الحل الوحيد وده أعتقد هو الأفضل لأن فكرة المرأبة برضو كمان هي لما الولد بيعرف أن أنا برأبه أو أن أنا كده بيبدأ أنه ياخد يعني نفسيا كده من جوا ممكن ياخد أتتيود عدائي حبا معي أو يبتدي أنه هو أنت تعمل ليه كده معايا أنت شايف إيه أخصان كمان يعني فكرة أن أنا أتكلم أي تليفون تاني هي فكرة يعني سهلة جدا لأي حد وسهلة جدا كذلك أن أنا عنتي القصة دي وأن أنا أقدر أشريه اللي هو بيعمله فبالنسبة للألعاب عموما حاول دايما لو هتشجع ابنك يلعب خلي يلعب ألعاب رضية خلي يلعب مثلا حياتك زي الشطرنج مثلا حاول أنك تودي الألعاب فيها استخدام عقل يعني بشكل إيجابي حاول دايما تبعيده عن الحاجات الغمضة الحاجات اللي بيطلبوا فيها معلومات والأهم فقا وأهم من كل ده وده بيحصل وفيه جهار كتير جدا بيتبلغ بيها البنوك بسبب حاجة زي كده لقى الابن جاب التليفون فيه تليفونات حالية بتدعم تقنية الـ NFC اللي هي نيفيد كوميونيكيشن يجيب الفيزا بتاعته ويدفع من خلال أنه هو يعمل تلامس كده ويخلص نعرجة فالتقنية دي خلاص هو صاحب أنت عايفين طبعا الموضوع أنه هو يدفع ويجب لسهو كده ودي بقت موجودة مع الناس كلها وسهلة جدا أي حد يستخدم التليفونات حاليا تقعيبا معظم التليفونات بقت فيها تقنية الـ NFC خلاص هو خد الفيزا بدأ أنه يدفع على المشترا اللعب اللي هو عايف النقطة دي خطيرة جدا 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 وأولاء الأمور للأسف بيجي فجأة يلاقي أنه هو اتسحب بسرعة من رصيده ألف ألفين تلات تلاف ده بيحصل فيجي يقول والله ده البنك أنا سرقت والله أنا أتعمل طب أنت أنت مشوخ بالك أن ابنك بيحصل معاه واحد من ثلاث أنه أخذ الفيزا بتاعتك بدأ أنه أخذ لك نايم مثلا وخذ الفيزا وده بيحصل فإحنا ضمنا نوعي يخلي بالك من حاجة زي كده وأحيانا عندما يبعزين لعب معينة ويلاقوا الأندرويد وقبل شالوها صحيح فبيروح يشتريها أصلا من مكان تاني وللأسف دي مرضو ظاهرة موجودة فإحنا بنقول والله يخلي بالك من ابنك حاول تتكلم معاه حاول تنزل أنت مينفعش تقول للإدني أو ابنك أن أنت لازم تطلع بسنك لإدماغي لأ أنت لازم تنزل لإبنك حاول توقع بنفس السن والعمر بتاعه حاول تكون صاحب له بدأت أنك تكون صاحب له الموضوع ممتهي هتلاقي أنه فيه نتيجة إجابية والدنيا أفضل طبعا طيب بشمهندس هل فيه أي معايير أبواب لهذه الشركات اللي بتصنع هذه الألعاب هو المفروض أنه فيه المفروض أنه فيه بس خلينا نتفج بس على حاجة صغيرة جدا أن فيه حاجات كده بتتمر في الفكر يعني يعني مثلا فيه ألعاب بتدعو لمفاهيم خاطئة خلاص من داخل الألعاب دي هي بفرع وقدة تصريح أو وقدة ترخيص يعني مثلا هديك مثال فيه ألعاب كتير جدا مبدون ذكر اسمها منعا يعني الاندحة القانونية كانت بتحط معايير يعني ضد ديننا وضد المفاهيم بتاعتنا وحاجات للشزوز والكلام الغريب ده كل يعني تقعيبا السنة دي كمان وتعامل عليها أمالات كبيرة جدا فيهم حاجات كبتستخدم لقع الافتراضي ولقع المعزز كمان ولو الناس بحست هتقدر تعرف أنا بتتكلم عن إيه الألعاب دي تحديدا كانت بتبس المفاهيم دي المفاهيم دي من بره أو بره مصر أو في الدول الأجنبية خلاص دي عندهم عادي إنه هو ممكن أنك تحط الأفكار دي في الألعاب تحتك وتدمجها وتعود الولاد عليها فإنهم بيمرروا رسالة من خلال هذه الألعاب بلظبط فهنا بنتكلم إن أنت حتى لو أنت فاهم ابنك بلعب إيه وحسيت أن هي حاجة بسيطة برضو حاول تتابع لأن من داخل الألعاب من داخل ما أنت ممكن تكون شوخة بالك وبصيت من بره بس ممكن يتحط له رسائل لتفكيره ودماغه خطير جدا كلامي يعني بنتكلم فيه حاجات يعني كريتكال بشكل يعني لا يصدق فعلى قد ما نقدر نحاول إن إحنا نتابع وندخل ونشوف ونحاول إن إحنا ننزل لمستوى أولادنا ده يا جماعة مش رفاهية اللي أنا يعني بمن على ابن بيها بوقت فراغي وإن أنا كده إنت ابنك حاليا مع التقدم الموجود ده الموضوع بقى ضرورة ملحة جدا عليك ولو إنت ما عملتش كده هتصحب النوم على كرسة كرسة كبيرة جدا طيب الألعاب الإلكترونية في عالم الميتا فيروس التطور ممكن يوصل فيها لحد التطور كبير التطور إن خلاص الولاد للأسف يعني وده بقينا يعني إحنا متوقعين ده هيحصل الأولاد هيتعلقوا أكتر بالحاجة دي أو التقنية الجديدة اللي مفروضة إن هي هتطل علينا وهتطل على الوطن العربي يعني قريبا جدا في خلال أنا متوقع إن هي في نسوار بقى كامل مش مجاربة تستات كده أو مثلا حاجات زي ديمو كده موجودة عند كذا حد وخلاص لأحنا بنتكلم فيه انتوشار راسع جدا في خلال من سنة لتلات سنين هيتم انتوشار الألعاب عن طريق تقنية الميتا بيرس أو يعني بنسميها يعني إن الولد بالبلد كان ناس اللي مش فهمها إحنا بنتكلم عن إيه إن ابنك مثلا يجيب نضارة أو يجيب مثلا جهاز يحاول إن هو ينغمز جواه ويبقى شايف عالم تاني خالص هو متواجد فيه أو متواجد فيه وبالتبعية يقدر أنه يغص فيه ويقدر يلعب فيه العالم ده بدون الرجوع أو بدون ما يكون عنده إدراك بالعالم اللي حواليه اللي هو العالم الواقعي طبعا القصة دي هتودينا لتلات نواحي مهمين جدا رقم واحد إن ابني فيه تجاهل أو فيه إجنورينج لكل ما يتعلق بالواقع اللي حواليه هبقى فيه توحد ده هيخلي التوحد يعني ياخد حقه الزيادة نتكلم طبعا إن إحنا عندنا كمان ودي أكتر يعني أكتر من الدكتور كمان وأكتر من حد في الطب قالنا إن الكصة دي هتخلي الورد يزيد عدد ساعات استخدامه لتقنية أو الألعاب وده هيخليه طبعا يدخن حبلتين ويقى فيه سمنة وفيه مشكل طعام في الجسم وفيه عدم هيقطع واللي هي بتودينا النقطة الأولانية هيقطع لكتو تماما بمعظم أمريبه أو أهله وهيبقى فيه توحد يعني بشكل جزء كده هيبان مع الوقت ورحد ما يوصل للتوحد الكبير اللي احنا دايما منقول عليه خلي بالكم منه وحاول إنك توصل فعلا مع إبنك لأن ده بقيت دورة ملحة عزيزة طيب هل فيه آلية باشمعندس تقدر نخلها الدول نية تحذر هذي الألعاب هي الفكرة في حاجتين يعني الفكرة أن هي سوق الألعاب نفسها هو سوق خزر لدول عموة كلها حتى الدول اللي هي تستخدم الألعاب حتى في شكل جزء أو اللي بتجي تصريح عن طريق يعني منقول القوانين خاصة بيها أو وطرر بس فكرة أن هي يتمنع ده الفكرة ربضو بترجع لأكتر من حاجة وأكتر من قانون وأكتر من ضابط بيحد حاجة زي كده وبينها أن هل المعايير اللي تتحط هنا هل أصلا هي ممنوعة جوة الدولة اللي هي بتتعامل فيها أو مدية التصريح أو هي البلد المنشأ نفسه خاصة بالكلام طبعا هنتخلني هي ممنوعة في البلد هي لو ممنوعة خلاص هتتمنع بس معظم البلاد اللي هي بتدي التصريح معظم الأفكار اللي احنا دايما نضاها يعني بنحربها وبنقول دايما أن هي أفكار غير صحيحة أفكار مغلوطة للأسف بنلاقي أن هي متاحة يعني احنا حاليا مثلا بنا نشوف تطبيقات زي تيك توك مثلا الآن بقى سهلة جدا أي حد يدخل يعمل فيديو ويرقص وكده وصال أطفال كمان بيستخدموا تطبيقات الفيديوهات دي في شكل كبير جدا فبقت حاليا موجودة طبعا تعالى نشوف بلد المنشأ نفسه للتطبيق هل هم منعين حاجزة كده هل هم منعين مثلا أو في البوليسيز بتاعتهم أن مثلا ممنوع أن أنت تعمل مثلا فاعل معين داخل التطبيق هل لقي أن معظم الكلام ده كله سعيد بيعدي والدنيا تمام وأن الزكاة الاصطناعية المدمج داخل التطبيقات لا يمنع ده ولكن ممكن لو اتعمل ريبورت وحد يرجعه يبقى فيه مثلا أكشن عليه أما قصة الضوابط والمعايير والكلام ده كله أعتقد أنه في ثلاث حاجات بس وهو الاعتداء أو أن حد بيبقى فيه استخدام الأطفال أو استخدام لحاجة داخل التطبيق وده في الغالب يعني كله متفق عليه خلاص وده يعني بيبقى أولال جدا ما حد أصلا يبقى بيحاول أنه يهدد أو يعمل داخل تطبيقات ألعاب لأنه كلهم أطفال وفي الغالب السن ده يعني ما بيكونش مؤهل أنه يعمل ده ثانيا وده الأهم أنه يبقى فيه مثلا نوع من أنواع يعني الحاجات اللي ممكن تبقى بيحاية بشكل يعني بيبقى جدا وده في الغالب يعني بيبقى أولال جدا وده أصلا أوتوماتيك بيتقفل أما أن يبقى فيه مثلا يعني نوع من الأنواع أن يبقى فيه حد بيحرط حد فيه حد مثلا بيحاول أنه يدخل يستخدم ألعاب دي فيه مثلا زي ما قلنا قبل كده الحوت الأزرق وفي مرة يبقى فيه قابل كياب مثلا أو معين أو حاجة بيستخدم الفكر أنه هو يوصل لابني أو يوصل لطفلي ويبدأ أنه هو يوجهه ويوديه مين ويقول له تعالى أعمل كذا صور بيتك صور بيستك صور كذا صور كذا فهنا بتتكلم أنه الأفكار دي هي دايما اللي بنخاف عليها ودي للأسف يعني ولا دولة فيه قانون محدد ممكن أنه هو يقدر تحديدا من الدول اللي هي بتصدر أو تصدر الألعاب وده على فكرة مهمة جدا للأسف لا يوجد ضوابط لأن الموضوع ممكن يدخل في الانطاق اللي أنا عادي أتكلم أحد فالضوابط نفسها اللي ممكن أنها بتحكم دي زي مثلا لما أنا جاء أقول والله إلا هيقتل حد خلاص مثلا هياخد عقوبة كذا فنتكلم مثلا أن هنا مفيش أصلا فعل قوي أو فعل ممكن أن أنا أحكمه بشكل كويس جدا أو أقدر من خلاله أن أنا أدي العقوبة إلا بقى لو حصل جريمة أو حصل حاجة وللأسف يعني الضوابط دي هي مطاطة جدا وللأسف إحنا لازم نتعامل مع الألعاب بالقطع كده زي ما ابني بيكون بيعمل أنا لازم وده أصلا محل أن أكون أعتقد عشان كده كنت معينا النهاردة نشكر حضرتك شكرا جزينا بشوانس أحمد السخاوي